يمكن أن نقسم أي حركة في الصلاة إلى أحكام خمسة نمازدكي حركتل بش كسما أعيرا بلدرس بش سنف ألطن تبليا بلدرس الأول حركة محرمة بش سنفة دركي بردكي حركتل هرمدر الضحك الأكل الشرب كلمك يمك إيشمك بأي شهدر انحراف كثير عن قبلة يعني قبلة طرفاً بشكل فزيلاً يونلمك يتحرك حركة كثيرة لغير حاجة حتى تظنه غير مصلي هذا حركة محرمة الثاني حركة مكروهة حركة قليلة لكنها لغير حاجة يعني مثال يلتفت التفاة يسير في الصلاة يعني فزيلاً يلتفت التفاة يسير في الصلاة الحركة المباهية لتكل حاجة يعني برد مباهة حركة تسد الفرج مثلاً يلتفت التفاة يسير في الصلاة اشتركوا 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 في الصلاة